بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أهلا بيكو وبرحب بجميع زملائي الأعزاء المدرسين في كل مكان والنهاردة بنيجي نخش على منصة المعالم للتدريب عن بعض للناس المقبلين على الترقيات سنة 2020-2021 واهم حاجة ان احنا نشوف الخطوات بالترتيب وما فيهش اي تعائدات يلا بينا نخش على اي محرك بحث زي جوجل مثلا اللي احنا عليه دلوقتي وبنكتب العنوان اللي فوق ده اللي هو pat.edu.eg وبنعمل انتر بيفتح لنا موقع اللي قدامنا ده اللي هو الموقع الرسمي للاكديمية المهنية للمعلمين منصة المعلم للتدريب عن بعض دي من خلالها نقدر نحجز موعد ونحصل على كود عشان حجز معادل التدريب وايضا الاختبارات الكود ده مهم جدا بيسموه كود الاختبارات واهم حاجة اول ما نخش على الموقع ده على طول هو طبعا بيممكن يجاب لي حاجات زي كده مثلا فتح باب التجديد الاعتماد منصة المعلم التدريب اخش على طول الدخول للمنصة بيجيب لي صفحة جديدة تاني مكتوب عليها الدخول للمنصة نعمل كليك شمال فتحت لي صفحة جديدة مكتوب فيها البرامج الرقمية للترقيات فيه برنامج رقمي لتغيير المسمى الوظيفي من الشلقة به البرامج الرقمية للترقي هو ده بتاعنا طبعا هو بيروح وبيجيب لي شوية برامج تانية زي القيادات والاعتماد انا بختار اللي انا عايزه هيجيب لي تاني اهو هدوس على دخول جاب لي صفحة جديدة مكتوب فيها تدريبات برامج الترقي للمستهدفين عشرين 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 واحد وعشرين طبعا الحد يقول لي طب احنا دلوقتي في عشرين اتنين وعشرين لا احنا لسه في بداية عشرين اتنين وعشرين الترقيات دي بتاعت السنة الماضية اللي هي عشرين واحد وعشرين لمن امضى خمس سنوات يعني اللي عدى على اخر ترقي اخدها خمس سنين اه هنا بيطلب كود المعلم وفقا صحيفة الاحوال كود المعلم ده يعني كل الناس حفظاه وبعدين كود الحجز لو هو دخل وحجز قبل كده طب احنا لسه هنخش ونحجز يعني لازم نحصل على كود الحجز ده عشان نبدأ نخش للتدريب او دخول المستخدم للتدريب طيب قبل ما نكمل مننساش بقى نعمل اللايك ونشير ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان نصنع كل جديد نكمل مع بعض يبقى التلاتة دول لو هو فعلا دخل وسجل بيانات وحصل على كود الحجز هو ده اهم حاجة اللي احنا عايزينه بيخش بقى للتدريب دي في مرحلة تانية وفي لقاء تاني هنخش ازاي نتضرب وازاي نحصل على الاسئلة ونجاوب عليها ازاي نعمل هنا بقى تسجيل جديد او موعد حجز موعد تسجيل جديد حجز موعد طيب قبل ما نسجل تسجيل جديد ونحجز الموعد نشوف الموعيد دي ليه بقى دي موعد الدخول والتدريب لكل مجموعة محافظات ايام متاحة لتسجيل والتدريب يعني مثلا احنا هنا مثلا محافظة القاهرة الشرقية اصيود ديوان عام الوزارة اليوم ان هم يسجلوا البيانات ويحصلوا على كود التدريب من يوم الاربع الموعد في ستاشر تلاتة عشرين عشرين للجمعة تمنتاشر تلاتة عشرين عشرين طب النهاردة لسه مجاش يوم ستاشر هل ينفع هخش وسجل جديد هنا ينفع تعالوا نبص كده تسجيل جديد ادخل كود المعلم وفقا لصحافة الاحوال عشان نبدأ نسجل بيانات لاول مرة اهو هنلاخر مسلا الكود ده ده خاص المحافظة القاهرة عندنا نعمل بحس بصو يقول ايه يرجى الدخول في موعد المحافظة الخاصة بك يبقى معنا كده اللي هيخش يسجل البيانات عشان يحصلوا على الكود لازم يكون في الايام المتاحة للتسجيل طب تعالوا بصو بقى نطلع على موعد الدخول عشان نحصل على تسجيل بيانات ونحصل على الكود من السبت ستة وعشين اتنين الى الاتنين تمانية وعشرين اتنين ده محافظة مطروح والبحر الاحمر وجنوب سينة يوم التلات واحد تلاتة عشين اتنين وعشرين للخميس تلاتة تلاتة محافظة الاقصر والبحيرة والوادي الجديد الجمعة اربعة تلاتة للحد ستة تلاتة السويس بورسعيد شمال سينة الاتنين سبعة تلاتة عشين اتنين وعشرين لحد الاربعة تسعة تلاتة ده المنوفية انا اجيزة الخميسة عشرة تلاتة لحد السبت اتناشر تلاتة دمياط اسكندرية اسمع الله لحد تلاتاشر تلاتة لحد يوم التلات خمستاشر تلاتة الداهلية غربية اليوبية الاربعة ستتاشر تلاتة عشرين تلاتة ديوان عام الوزارة والكوافزة القاهرة الشرقية اصيوت السبت سعتاشر تلاتة للاتنين واحد وعشرين تلاتة محافظة اسوان وسهاج الثلاث اتنين وعشرين ثلاثة للخميس اربعة وعشرين ثلاثة كفر الشيخ الفيوم بنسويف يوم الجمعة خمسة وعشرين ثلاثة لحد الحد سبعة وعشرين ثلاثة دي محافظة المينيا وده اخر الجدول اللي وضع من قبل اكاديمية المهنية للمعلمين بقى كده عرفنا اول حاجة الموعيد طيب احنا النهاردة بس هنكتفي بالموعيد وزي نخش على المنصة زي ما عرفنا في الاول خالص وبعدين بقى في حلقة جاية نشو الله عشان ما نطولش عليكم هنبدأ خطوة بخطوة بكل سهولة ازاي نعمل تسجيل بيانات ونحصل على الكود عشان نخش على التدريبات واللي باختبار بإذن الله وان شاء الله موفقين ومنساش قبل ما نسيبكو برضو نعمل تشير للقناة ونفعل زر الجراز شانا وصلنا كل جديد واللقاء مع حلقة جديدة واستفادة اخرى لجميع زمالنا المعلمين في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة